أستاذ جمال ما هي تفاصيل صفقة ريدا سليم للأهل كلنا خلاص علينا ريدا سليم جاء الأهل الرسمية والأهل أعلن هذا الأمر بشكل رسمي التفاصيل بقى إيه الكواليس في الصفقة دي عشان عارف أنت أخبّي شوية حياتي الموضوع ده فيه كواليس كتير جداً وفيه أرقام عكس الأرقام اللي تصربت حتى عكس الأرقام اللي كانت جاء لنا إحنا في الأول ما انتهت إيه الصفقة رسمية طيب خلينا نبتدي الأول أقول لك هي الصفقة هلسب بكام رسمي إيه البنود اللي تشالت وكانت موجودة كانت رفع قيمة الصفقة شوية وخلينا نقول لك اللي بقى أخوكام دي أول حاجة رقم واحد الصفقة خلصة بـ 2 مليون دولار لا بـ 200 ولا بـ 200 طيب إيه اللي عمل الفرق ده وكان عمل خلاف و 3-4 تيام كده كانت ديني وقفة رقم واحد كان فيه أربع بنود يخصوا حوافز أو بونس يتحطوا لللاعب في حالة إن واحد الأهل يحقق دوري المصري 2- الأهل يحقق دوري أبطال أفريقي 3- اللعيب نضم المنتخب المغربي 4 سجل أكثر من 10 أهداف في الدوري ده بونس لللاعب ولا بونس للنادي بونس للنادي أيو للنادي لو النادي عمل ده لو اللعيب عمل ده النادي يأخذ الأرقام دي الأهلي برد عليهم إنه إحنا العادي إن إحنا نأخذ الدوري إحنا نأخذ دوري أبطال أفريقي بدون ريدا سليم إحنا مش عارف كسا عامل أديا بدون ريدا سليم اللعيب وقت ما ينضم النادي الأهل لو مش بشكل جاي طبيعي يروح المنتخب المغرب فكل البنود دي كلها الأهل ما وفيش عليها وانتهى الأمر إنها مش موجودة في العقل ونزل كل بند بدور كان بـ 50 ألف دولار نزل للـ 50 ألف دولار في 4 بـ 200 انتهت صبقة بـ 2 مليون دولار تسدد على 3 تقصات مش 2 تسدد على 3 تقصات نص المبلغ هيتدفع اميديتلي أو الأهل خلاص حولوا بعد هيتحولوا مع وصول بطاقة دولية والنص التاني هيتقسم على قسطين يدفعوا خلال السنة خلال الموسم الحالي اللعيب الكلام طلع على 650 طلع على 700 العيب هياخد 800 ألف دولار أول سنة مش 700 800 ألف دولار 850 900 950 والسنة اللي محتوطة السنة الخمسة اللي محتوطة اختيارية بموافقة الطرفين اللعيب لو كان موجود بعد الأربع سنين وبيجدد السنة الخمسة هياخد مليون دولار يبقى أن هيتعقدوا آخر سنة ليه في الخمس سنين تبقى مليون دولار والسنة الخمسة هي سنة يعني ما أعلن عنه النادي الأهل رسميا هم أربع سنين في سنة الخمسة بموافقة الطرفين موجودة ده جوال عقد حلو جدا ده جزء فيما يتعلق بكل التفاصيل المالية المتعلقة ما بين النادي الأهلي ما بين إدارة الجيش المالكي أو اللعب ده جزء الجزء الثاني رقم واحد بعد أزمة محمد الشيبي وإحسين الشحات في مباراة الأهلي وبيرامدز مسؤولي نادي بيرامدز كانوا موجودين في الصفقة تكلموا مع بعض المسؤولين مش في نادي الجيش المالكي مع بعض المسؤولين في المغرب إنه الأزمة وإزاي فتلقى أبو بكر الأيوبي رئيس نادي الجيش المالكي اتصال تلقى اتصال إنه لا يفضل إنه اللعيب يروح فيه لو عندك عروض تاني وعايز تواديه وديه لكن لا يفضل إنه يروح النادي أهلي كان ده لما سؤولتي بعدها تدخل الكابتن محمود الخطيب بالإسم عمل اتصال برئيس نادي الجيش المالكي المغربي قاله إحنا ملتزمين جدا بالاتفاق اللي إحنا عملناه وبالمناسبة الفيديو الترويجي اللي طلع اللي طلع اللي هو نال استحسان الجميع كان متعلق بهذا الأمر متضمناً احترام النادي الأهلي لدولة المغرب ولعبة المغرب والإدارة الرياضية في المغرب ورئيس نادي الجيش المالكي المغربي قبل ما يتم توقيع العقود الرسمية بعدما الاتفاق كان تم نادي بيراميدز بعرض رسمي مش شافهي بعرض رسمي رفع عرضه من مليون وثمينمائة ألف دولار لتنين مليون وخمسمائة ألف دولار نادي الجيش الملكي تكلم مع عرضه سليل فيما يخص الزيادة وفيما يخص أن ده هيفيد نادي الجيش الملكي فيما يتعلق بالمقابل خلاص احنا ادينا لك الجريلايت إنك هتمشي اللاعب تمسك بأنه هو أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي بعلم إقدارة الجيش الملكي المغربي ونادي الجيش الملكي المغربي السيدة بباكر الأيوبي كان السكرتير العام هو اللي في المفاوضات دي السيدة بباكر الأيوبي رئيس نادي الجيش الملكي أبلغهم إن هو أنهى اتفاقه وإن هو إدى كلمة بالبلد يعني للنادي الأهلي وإن هو مش قدر يتراجع عن الكلمة دي فانتهت القصة بالـ 2 مليون دولار بعد حث هذه البيت حلو جدا